المشهد الضبابي في الأزمة اليمنية قد يطول مع اتساع فجوة الانقسام بين الفرقاء فالحوار الوطني الذي توقف برعاية الأمم المتحدة منذ رحيل الرئيس هادي إلى عدن يعود للواجهة من جديد عودة في الطرح مختلفة هذه المرة وإن كانت مرجعية الحوار المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني فالاختلاف هنا حول مكان انعقاد هذا الحوار بين متمسك ورافض ومتحفظ تراوحت المواقف حول نقل الحوار إلى خارج العاصمة الرئيس اليمني وعفض ربو منصور هادي الذي أعلن تمسكه بالعملية السياسية كان قد طالب في أول بيان له بعد كسره للإقامة الجبرية بنقل الحوار إلى مكان آمن واقترح هادي أن يكون عقد الحوار في عدن أو تعز إلى حين عودة العاصمة صنعا إلى حاضنة الدولة وخروج ميليشيات الحوثيين منها ويملك هادي أوراق عديدة للضغط في هذا الاتجاه استنادا للدعم الجماهري والتييد الدولي والعربي له الاقترح لقى تأييد الأحزاب المناصرة لهادي والأمم المتحدة الرائية للحوار الوطني بعد بيان مجلس الأمن الأخير وبين الصنعاء وعدن تنقل المبعوث الدولي جمال بن عمر للدفع نحو استناف جلسات الحوار هناك أفكار متعددة طرحتها مختلف الأطراف السياسية ولكن مجلس الأمن خولني بأمر اتخاذ القرار في هذا الجانب وستأتخذ القرار في وقت قريب الكرة الآن باتت في ملعب جماعة الحوثيين التي أعلنت رفضها مسبقا لفكرة نقل الحوار خارج العاصمة وهم أصلا من قاطعوا جلسات الحوار منذ إصدارهم ما سمي بالإعلان الدستوري وأصبحت أوراقهم ضعيفة على المستوى الداخلي والخارجي ولم يتبقى لهم من مناورة سوى لغة التصعيد في الخطاب وتهديد الخصوم بالانتقام واتخاذ ما سموها بالخيارات الثورية الحاسمة هناك بالنسبة للثورة خيارات كثيرة لمواقف قوية ومواقف حاسمة وخطوات فقالة أرجعنا الكثير منها وأجلنا الكثير منها بغية التفاهم بين لغتي الحوار والتهديد يكتم اليمنيون أنفاسهم بانتظار أحداث تغيير لواقع قاب قوسين أو أدنى من تحول الصراع لمواجهة المسلحة ارتداداتها ستطال دول الجوار